بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان الدرس السابع والخمسون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أحبتنا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذه حلقة جديدة في برنامج شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء في مطلع هذه الحلقة نرحب بفضيلة الشيخ صالح فحياكم الله فضيلة الشيخ حياكم الله وبركاته ما زلنا مع المؤلف رحمه الله في حديثه في كتاب الزكاة وقفنا عند قوله في زكاة الفطر فصل ويجب صاع من بر أو شعير أو دقيقهما أو سويقهما أو تمر أو زبيب أو أقب نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه وبعد فهذا بيان لما تخرج منه صدقة الفطر بيان للجنس أو النوع الذي تخرج منه صدقة الفطر وبيان لمقدارها أما الجنس الذي تخرج منه صدقة الفطر فإنها تخرج من الطعام تخرج من الطعام الذي يقتات في البلد عادة فكل أهل البلد يخرجون صدقة الفطر من قوتهم المعتاد ولذلك نوع النبي صلى الله عليه وسلم الأجناس التي تخرج منها صدقة الفطر قال صاعا من تمر صاعا من بر أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقب لأن أقوات الناس تختلف فمنهم من يقتات البر ومنهم من يقتات الشعير ومنهم من يقتات التمر ومنهم من يقتات الزبيب وهو مجفف العنم ومنهم من يقتات الأقط وهو اللبن المجفف المجفف بالشمس بدهنه كما يقولون هذا هو الأقط وهو غالبا يكون عند البادية فالنبي صلى الله عليه وسلم نوعها لأن الناس يختلفون في أقواتهم فدل على أن صدقة الفطر تخرج من قوت البلد الذي يغلب الذي يغلب اغتياته في البلد وذلك من تيسير الله سبحانه وتعالى على المسلمين هذا الجنس الذي تخرج منه صدقة الفطر وإن أخرجها من غير هذه الخمسة مما يقتات غالبا في البلد أجزاء ذلك كإخراجها من الأرز أو إخراجها من الدخن أو إخراجها من الذرة فإن ذلك يجزي لأن هذه أطعمة تقتات في الغالب في هذا البلد فتخرج منه ولو لم يكن من هذه الخمسة وبعض العلماء يرى أنه لا يخرج من غير الخمسة إلا عند عدمها ولهذا قال هنا فإن عدم الخمسة أجزاء كل حب وثمر يقتات ويدخل الصحيح أنه يجوز إخراج غير الخمسة وإن كانت هذه الخمسة موجودة إذا كان ذلك مما يستعمل قوة في البلد غالبا نعم أحسن الله إليكم قال فإن عدم الخمسة أجزاء كل حب وثمر يقتات لا معيب كل حب وثمر الحب مثل البر والشعير والذرة والدخن والرز والثمر مثل التمر والزفين والزبيب والأشياء المجففة التي تتخذ قوتا في ذلك البلد نعم لا معيب ولا خبز لا يجوز إخراج الزكاة من البر أو التمر أو الزبيب أو الأقط أو سائل الأطعمة المعيبة إذا كان هذا العيب يؤثر في الانتفاع بها أو ينقصها أو لا يرغبها متوسط الناس لا يرغبها متوسط الناس فإن ذلك لا يجزي في صدقة الفطر لأن صدقة الفطر زكاة والزكاة تأخرج من المتوسط الذي ليس هو بالمرتفع من الأطعمة غالي القيمة وليس هو من المنخفض أو الشسيء الذي لا يرغبه كثير من الناس وإنما تخرج من المتوسط المعتاد في البلد فلا يخرجها من تمر مسوس أو من بر أو شعير فيه دويب أو فيه مرض مما يصيب الحبوب والثمار نعم قال ولا ولا يخرجها أيضا من نعم خبز قال ولا خبز ولا يخرجها أيضا من الخبز لأن الخبز لا يستمر الانتفاع به وإنما هو شيء موقت نعم ولا يتصرف فيه صاحبه على المطلوب بخلاف البر والشعير والتمر والزبيب والأقض فإن صاحبه يستطيع أن يتصرف فيه إن شاء باعه وإن شاء أكله وإن شاء أهداه أما الخبز فإن الانتفاع به محصور فلا يصلح إخراجه في صدقة الفطر نعم ويجوز أن يعطي الجماعة أن يلزم الواحد وعكسه قبل هذا نريد أن ننبه على مسألة كثرة الكلام فيها نعم وهي إخراج القيمة إخراج القيمة النقود عن صدقة الفطر هذا لا يجزي لأنه خلاف ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بإخراجها من الطعام وقدر ذلك بالصاع قدر ذلك بالصاع بالصاع أمر بإخراجها من الطعام ونوع ذلك لاختلاف استعمال الناس من الأطعمة وقدرها بالصاع وهذا لا يتأتى في القيمة ولأن القيمة كانت موجودة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت النقود موجودة نعم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك عدل عنها وأمر بإخراج الطعام خاصة ولأن الفقراء في يوم العيد بحاجة إلى الطعام ليتوسعوا مع الناس ويأكلوا مع الناس والنقود لا يحصل بها هذا الغرض لا يحصل بها هذا الغرض إلا بأن يذهب ويشتري وقد لا يجد كاكين مفتوحة أو لا يجد شيء يعرض للبيع في هذا اليوم فلا يستفيد من هذه النقود أما إذا أعطي الطعام الطعام مهيئ للانتفاع به في نفس اليوم ولأن اليوم يوم أكل وشرب فالفقراء بحاجة إلى الطعام ولقوله صلى الله عليه وسلم أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم ففي إخراجها من الطعام بأنواعه المنكورة حكمة عظيمة وهو التيسير على الناس وحصول المقصود بالأكل والشرب والانتفاع في هذا اليوم المبارك لأن الأعمال تعطل فلا يجد مجال للكسب حتى يأكل من كسبه ولأن محلات البيع تقفل في هذا اليوم فلا يجد من يبيع عليه فأعطي ما يكفيه هذا اليوم ويغنيه هذا اليوم حتى يفرح مع الناس فإذا أخرج النقود فاتت الحكمة التي من أجلها شرعت صدقة الفطري هذه مسألة مهمة نعم وهذا قول جمهور أهل العلم والأئمة الثلاثة مالك الشافعي وأحمد وجمهور أهل العلم وأجاز أبو حنيفة رحمه الله إخراج القيمة ولكن هذا خلاف النص واجتهاد مع النص ولا يجوز الاجتهاد مع وجود النص ولهذا لما سئل الإمام أحمد رحمه الله عن إخراج القيمة وأن فلانا أفتى بإخراج القيمة قال رحمه الله يدعون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ويأخذون بقول فلان فالواجب العمل بالنص نعم والحكمة كما ذكرنا إنما تحصل وتتأتى من إخراج ما دل عليه النص أما إذا أخرج من غير ما دل عليه النص فاتت الحكمة نعم أحسن الله إليكم قالوا يجوز أن يعطي الجماعة ما يلزم الواحد وعكسه يجوز أن يعطي الجماعة يعني عدة أفراد من الفقراء ما يلزم الواحد بأن يعطيهم صاع عن واحد وهم جماعة ويشتركون في هذا الصاع يجوز أن يدفع الصاع لأهل البيت من الفقراء مثلا لعائلة لا بأس بذلك والعكس أن يعطي الواحد ما يلزم الجماعة مثلا صدقت خمسة أفراد يعطيها لشخص واحد لأنه لأنه لم يرد تحديد في من تعطى صدقة الفطر وإنما خص ذلك بالفقراء فقط سواء كانوا أفرادا أو كانوا جماعات نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله باب إخراج الزكاة نعم باب إخراج الزكاة يعني زكاة الفطر زكاة المال ليس زكاة الفطر هذا رجوع لزكاة المال لأن الكتاب كتاب الزكاة نعم وصدقت الفطر نوع من الزكاة فلذلك أدخلت فيه نعم قال ويجب على الفور مع إمكانه إلا لضرر يجب إخراج الزكاة على الفور عند تمام الحول وعند وجوب الزكاة فإنه لا يتأخر في إخراجها لقوله تعالى وآت الزكاة هذا أمر نعم والأمر يفيد الفور الأصل في الأمر أنه على الفور يعني في الحال ولا يجوز التأخير إلا إذا دل دليل على التأخير ولأن في إخراجها على الفور إبراء للذمة مبادرة في إبراء الذمة لأن الذمة مشغولة بالزكاة فيجب عليه أن يبادل بإبراء ذمته وتفريغها من هذا الواجب مهما أمكنه ذلك على الفور إلا إذا منع مانع من إخراجها على الفورية فإنها تتأخر بقدر المانع ثم إذا جال المانع يخرجها ويبادل بذلك نعم يجب ويجب على الفور مع إمكانه مع إمكانه أما إذا لم يمكن لغيبة المال أو لعدم وجود فقراء في المكان ويبحث عن فقراء ومستحقين فكان التأخير لعذر فلا مانع من ذلك نعم إلا لضرر نعم فإن منعها جحدا لوجوبها كفراء عارف بالحكم من منع وجوب الزكاة جحدا لمن من منع الزكاة نعم جحدا لوجوبها أو لم يعترف بوجوبها ولو أخرجها لكن يقول ما هي بواجبة فإنه يكفر بذلك لأنه مكذب لله ومكذب لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومكذب لإجماع المسلمين ومكذب لما علم من الدين بالضرورة ومن كان كذلك فلا شك في ردته إلا أن يمنع مانع من تكفيره كأن يكون جاهلا كأن يكون جاهلا بالحكم فإنه يعرف بأن الزكاة ركن من أركان الإسلام وأنها فريضة فإن أصر على جحد الوجوب مع تعريفه والبيان له فإنه يحكم بردته أي استتاب فإن تاب وإلا قتل مرتدا قال فإن منعها جحدا لوجوبها كفر عارف بالحكم وأخذت منه وقتل وأخذت منه لأنها حق لغيره حق للفقراء والمساكين فلا تسقط بجحده لها يسقط حق المساكين بجحده لها بعد وجوبه بعد وجوبه وتقرره لا يسقط حق المساكين فتأخذ ويقتل إن لم يتب إلى الله سبحانه وتعالى نعم أو بخلا أخذت منه وعزر أما إذا منعها بخلا هو يقر بوجوبها لكنه منع الزكاث بخلا بها وشحا بها فإنه يلزم بإخراجها فإن أبى فإن ولي الأمر يأخذها منه قهرا لأنها حق وجب عليه لغيره وولي الأمر يتدخل في أخذ الحق من الظالم فيأخذ حق الفقراء من مال هذا الظالم الذي منعه بخلا ويعزر يعني يؤدب بما يردعه من السجن أو الضرب أو غير ذلك من أنواع التعزير لأنه عاصل لله ولرسوله فيعزر يعني يؤدب بقدر ما يردعه وإن كان الذي منع الزكاة وهو يقر بوجوبها منعه البخل من إخراجها وله شوكة يعني قوة فإنه يجب أن يقاتل يجب أن يقاتل حتى تخرج منه الزكاة لأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه ومن معه من الصحابة رضي الله عنهم قاتلوا مانع الزكاة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أخضعوهم لإخراج الزكاة لأنها ركن من أركان الإسلام وشعائره الظاهرة ولأنها حق للفقراء والمساكين وقد جاء الوعيد الشديد على مانع الزكاة جاء الوعيد الشديد قال تعالى والذين يكنزون الذهب والفضلة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوا بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون هذه في الذين يمنعون إخراج الزكاة الذهب والفضلة وأما الذي يمنع إخراج زكاة الإبل أو البقر أو غيره فإنه يؤتى به يوم القيامة ويبطح في قاع قرقر يعني قاع مستوي ثم يؤتى بهذه الإبل فتمر عليه تمر عليه تطعه بأخفافها وتعضه بأنيابها إذا أتى عليه آخرها رد عليه أولها في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد ويرى حاله ويرى حاله إما إلى الجنة وإما إلى النار وكذلك من عذاب الذي يمنع زكاة الذهب والفضلة أنه أنه يجعل ماله شجاعاً أقرأ يعني ثعبان عظيم مملؤ رأسه من السم فيطوقه ويأخذ بالهازمه ويلدغه في هذه المدة الطويلة خمسين ألف سنة كما قال تعالى ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الطوق المذكور في هذه الآية بما ذكر أنه يجعل أنه يجعل ثعباناً عظيماً مملؤاً بالسم يأخذ بالهزمتي فيلدغه ويفرغ فيه السم في مدة خمسين ألف سنة وهو على هذا العذاب والعياذ بالله نعم هل لأحد أن يقول شيخ إن التاجر فلان مثلاً لا يخرج زكاته لأنه لم يرى أثرها في أقاربه وقد يكون بعض أقارب يقسم بالله أنه ما قضى له ديناً ولا أعطاه شيئاً لا يجوز لأحد أن يتهم أحد بعدم إخراج الزكاة قد يكون هذا التاجر مصلياً إلا إذا ثبت لديه ذلك إذا ثبت قد يخرجها وأنت لا تدري قد يخفيها ويؤتيها الفقراء وأنت لا تدري فلا تحكم عليه أنه ما يخرج الزكات إلا إذا ثبت لديك ذلك بدليل نعم أما مجرد حرمان أقرباءه فلا يكفي دليلاً قد يكون أعطاها لغيرهم نعم وإن كان هذا خلاف الأقرب من الفقراء أحق بزكاة قريبهم إلا إذا منع من ذلك مانع كما سيأتي لكن إذا أعطاها لغيرهم أجزات نعم قال وتجب في مال صبي ومجنون فيخرجها وليهما تجب الزكاة في أموال القصار تجب في أموال القصار الصبي وهو الذي لم يبلغ والمجنون وهو الذي خالطه الجن وأزال عقله تجب في ماله لأنه تابع أهل المال الزكاة تابع أهل المال وتجب على من يملك هذا المال دون نظر إلى كونه عاقلاً أو غير عاقل ويخرجها وليهما ولي المجنون وولي الصغير نيابة عنهما نعم ولا يجوز إخراجها إلا بنية إخراج الزكاة عبادة والعبادة لا تصح إلا بنية لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فلو أنه وزع صدقه أو نقود أو أطعمه أو غير ذلك وزعها على الفقراء ولم ينوي حال التوزيع لم ينويها أنها زكاة ثم بعد ذلك أراد أن يجعلها زكاة بعد التوزيع فإنها لا تجزئه لأن الإخراج والتوزيع عار عن النية والأعمال لا تصح إلا بالنيا العبادات والأفضل أن يفرقها بنفسه الأفضل أن المزكي يوزع الزكاة بنفسه فيحصي ماله ويخرج زكاته ويوزعها هو بنفسه ليتأكد من وصولها إلى الفقراء ولما في ذلك من الأجر أيضا ليناله الأجر لأن توزيع الزكاة هذا عبادة وقربة إلى الله وكونه يتولاه هو بنفسه ولأنه هو المخاطب بإخراجها قال تعالى وآتوا الزكاة فهو المخاطب فكونه يتولى إخراجها هو بنفسه ويشرف عليه ويتأكد يتأكد من من إخراج الزكاة بالكامل وأنه لم يبقى عنده منها شيء ويتأكد كذلك من وصولها إلى مصارفها الشرعية هذا أبرأ لدمته مع ماله من الأجر في ذلك لأن توزيعه لزكاته هذا عمل صالح نعم حسن الله إليكم قال ويقول عند دفعها ويجوز أن يوكل يجوز أن يوكل من يخرجه أن يوكل مسلما عنده الكفاية والمقدرة على إحصاء المال وإخراج الزكاة منه وتوزيع ذلك على الفقراء يجوز أن يوكل من ينوب عنه في ذلك لأن هذا هذه عبادة مالية والعبادات المالية تدخلها النيابة نعم قال ويقول عند دفعها هو وآخذها ما ورد يستحب أن يقول عند دفعها هو وآخذها المدفوعة إليه ما ورد المدفوعة إليه من الفقراء أو من ولي الأمر إذا كان ولي الأمر أو العمال الذين يرسلهم ولي الأمر يأخذون الزكاة فإنه يستحب أن يقول هو يقول هو اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما هذا الذي يقوله الدافع وأما الآخذ فيقول تقبل الله منك ما أعطيت وبارك لك فيما أبقيت وجعله لك طهورا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاءه أهل الصدقات بصدقاتهم دعا لهم وصلى عليهم لقوله سبحانه خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم صلي عليهم معناه ادعو لهم لأن الصلاة في اللغة الدعاء فيدعو لهم يدعو لهم بالقبول ويدعو لهم بالمغفرة والبركة هذا السنة نعم قال والأفضل إخراج زكاة كل مال في فقراء بلده الأفضل إخراج زكاة كل مال في فقراء بلده لأنهم أحق بذلك لأن المال عندهم وهم فقراء وينظرون إلى هذا المال فهم أحقوا أو أولى بزكاة هذا المال ولقوله صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ رضي الله عنه أخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تأخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم فالعاصل أن زكاة المال توزع في البلد الذي فيه المال من فقراء المسلمين نعم ولا يجوز نقلها إلى ما تقصر فيه الصلاة فإن فعل أجزاء ويجوز إخراجها فيما قرب من البلد مما هو دون مسافة القصر لأنه يصبح كالبلد الواحد أما ما بلغ مسافة القصر فهذا لا يجوز نقل الزكاة إليه إلا عند الضرورة إلا عند الضرورة فإذا لم يوجد فقراء في البلد ولا من حوالي البلد وبلغ مسافة قصر كله ما فيه فقراء يجوز نقلها إلى بلد فيه الفقراء أينما كان لأجز الضرورة أما ما دام يوجد فقراء في البلد أو مما حواليه فإن الزكاة تكون لهؤلاء نعم قال إلا أن يكون في بلد لا فقراء فيه فيفرقها في أقرب البلاد إليه نعم فإن كان في بلد وماله في آخر أخرج زكاة المال في بلده وفطراته في بلد هو فيه نعم الغني تجب عليه المراد بالغني هنا من يملك النصاب فأكثر هذا هو الغني من يملك النصاب فأكثر هذا تجب عليه زكاتان زكاة الفطر هذه زكاة عن البدن وزكاة المال فيخرج زكاة الفطر في البلد الذي هو فيه يخرج صدقة الفطر في البلد الذي هو فيه الذي هو فيه لأنه تابعة للبدن ويخرج زكاة المال في المال الذي فيه المال في البلد الذي فيه المال لأنه صدقت كل مال توزع في فقراء بلده كما سبب ويجوز تعجيل الزكاة لحولين فأقل ولا يستحب لا تجب زكاة لا يجب إخراج الزكاة إلا عند تمام الحول إلا عند تمام الحول الحول لقوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده عند تمام الحول ويجوز إخراجها قبل الحول وهو ما يسمى بالتعجيل يجوز أن تعجل الزكاة الزكاة قبل الحول إذا دعت إلى ذلك حاجة لأن النبي صلى الله عليه وسلم تعجل من عمه العباس زكاة سنتين فعند الحاجة يجوز أن يخرج الزكاة قبل تمام الحول نعم أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم أحبتنا الكرام إلى هنا تنتهي هذه الحلقة من شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان بن عبدالله الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء شكر الله لشيخنا ما تكرم به من البيان وشكر لكم حسن استماعكم ونفعنا وإياكم بما نقول ونسمع حتى نلقاكم نستودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته